الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على النبي المجتبى وآله المستكملين الشرفى أما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق عن الاستئناف النحوي وتحدثنا على الاستئناف البياني ولم نكمله وقلنا إن الاستئناف البياني وقطع الجملة المستأنفة عما قبلها من ناحية الإعراب لا من ناحية المعنى لأن الاستئناف البياني هو الذي تنقطع بسببه الصلة الإعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة التي قبلها دون الصلة المعنوية فكلتا الجملتين مستقلة بنفسها في الإعراب وحده أما في المعنى فلابد من الترابط الذي يجعل الجملة الثانية بمنزلة الإجابة عن سؤال ناشئ من معنى الجملة الأولى وهذا أمر يدركه من درس علم البلاغة وصار فيها وذكرنا أن هناك اتفاقا بين الاستئناف البيان والنحوي فالجملة المستئنافة استئنافا بيانيا أو نحويا لا محل لها من الإعراب ولا تعني هذه الجملة لا محل لها من الإعراب أنها لا قمة لها من ناحية الدلالة نما لها أغراض ولها آثار في الدلالة ووفرة المعاني وهناك اختلاف بين الاستئناف البياني والنحوي فالنحوي هو قطع الجملة عما قبلها إعرابا ومعنا في الأغلب وهو أعم وأشمل من الاستئناف البياني فالاستئناف البياني جزء من الاستئناف النحوي الاستئناف النحوي له أدوات كالفاء والواو وغيرها أما الاستئناف البياني لا وجود للفاء ولا للواو ولهذه الأدوات إنما تنقطع الجملة دون هذه الأدوات لذلك يدرس في البلاغة في باب الفصل والوصل وهذا مبحث جميل في علم البلاغة قلنا إن السناف البياني هو من الأوجه الحوارية في الخطاب القرآني عندما يقرأ الإنسان القرآن هو متدبر تنشأ في ذهنه بعض الأسئلة فتأتي الجمل البيانية لترفع هذا الإشكال وهذا الإهام في ذهن المتلقي وتعطيه لذة الإيمان ولذة الفهم ولذة التشوف إلى باقي جوانب المعرفة من أمثلة الاستيناف البياني في القرآن الكريم الله عز وجل يقول في سورة الرعد عندما ذكر صفات الذين ينقضون العهود قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ثم أتت جملة مستأنفة استينافا بيانيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فلماذا أتى هذا الاستيناف لأن القارئ إذا قرأ صفات الذين ينقضون العهد وراء الواقع يقول يا رب بسط لهم في الرزق ووسعت عليهم في كل شيء وهم ينقضون العهد ويعصونك ويفسدون في الأرض كما قال نبي الله موسى لآل فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس هؤلاء المجرمون يتنعمون ويعصون فأتت هذه الآية لدفع هذا الإهام الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالله قد يبسط الرزق لعاصن ليس مكرمة له نمى لحكمة قدرها الله عز وجل فكأن سؤالا ورد للذهن هؤلاء الذين لهم سوء الدار ويفسدون في الأرض كيف يرزقون ولما يرزقون فتأتي هذه الآية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فكأنما ترفع ما دار في ذهن الإنسان من هذه الخيالات وهذه الشكوك فهذا قيمة الاستئناف البيانة لدفع الإهام لدى السامع في قول الله عز وجل وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا لهم إبراهيم فأتت هذه الجملة جواباً لسؤال مقدر أتت مبينة لما قبلها قال إبراهيم قال إن منكم وجلون فهذه الجملة مبينة متصلة بما قبلها من جهة المعنى منفصلة من جهة الإعراب فنقول قال إن منكم وجلون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وليس لا محل لها من المعنى في قول الله عز وجل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فبعض المصاحف نجد على كمة إبليس وقف فيتعجب الناس لماذا نقف على إبليس الآية تقول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس يأتي سؤال لدى القارئ لماذا لم يسجد إبليس فتأتي كان من الجن ففسق عن أمر ربه وفي سورة أخرى إلا إبليس أبى فجملة أبى أن يكون مع السجن استئنافية لأنها ناشئ عن سؤال لماذا لم يسجد إبليس لأنه أبى أن يسجد فإبليس كان من الجن وفاسق عن أمر ربه كما في هذه الآية كان من الجن ففسق عن أمر ربه وفي الآية الأخرى أبى رفض وتعالى فهذه الجملة تأتي إجابة لسؤال ورد في ذهن القارئ لماذا لم يسجد إبليس فيأتي الاستئناف البياني للإجابة عن هذا السؤال المقدر في قول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء فيأتي السؤال لماذا يستأذنون فتأتي الإجابة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فجملة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف هي جملة مستئنافا بيانية لأنها أتت إجابة عن سؤال مقدر لماذا يستأذنون وهذا مسلك دقيق يحتاج بلا شك إلى بحث وقراءة وتحري حتى ندرك هذا الاستئناف البياني فهو أخفى من الاستئناف النحو لأن الاستئناف النحو له أدوات وعلامات بارزة ظاهرة أما الاستئناف البياني فهو مسلك دقيق لطيف يحتاج إلى تدبر وفهم قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ثم أتى قوله تعالى إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لماذا يجاهد لنفسه ألا يجاهد لله يقول الله لا لم يجاهد لنفسه جزاء هذا الجهاد يعود عليك الله الله عز وجل الغني عن العالمين فجملة إن الله لغني عن العالمين هي جملة مستأنفة استئنافا بيانية لأنها أتت إجابة لأنها أتت إجابة عن سؤال مقدر في الذهن وهو لماذا يجاهد لنفسه فأتت فأتت الجنبة لأن الله غني على العالمين إن الله لغني عن العالمين في سورة الطلاق قال الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جملة قد جعل الله لكل شيء قدرا هي جملة مستأنفة استئنافا بيانية والحقيقة هذه الجملة تعد تعقيبا على كل جملة في السور يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ها فطلقهن لعدتهن لماذا لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا فالعدة قدرها الله فلها قدر فطلقهن لعدتهن مستقبلات للعدة وأحصل إيه العدة لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وليخرجن إلا أن يأتن بفاحشة مبينة لماذا قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم بعد ذلك في الآيات وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه هذه الحدود مقدرة ولها قدر وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تأتي الجملة لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا ثم تأتي أقيم الشهادة لله لماذا لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا جعل قدرا للشهادة وقدرا للعدة وقدرا للحدود وقدرا لكل شيء فتأتي جملة قد جعل الله لكل شيء قدرا مستأنفا استئنافا بيانيا مرتبطة بقوله وأحصل عدة لأنها تعليل وأحصل عدة لماذا لأن الله قد جعل كل شيء قدرا وتأتي مرتبطة القول وتلك حدود الله وهي بمثابة التزييل التزييل هو أن تأتي جملة بعد تمام المعنى للإيضاح تأتي جملة بعد تمام المعنى تأتي تزييلا إما تأكيدا له أو توضيحا أو تعليلا له فجملة قد جعل الله لكل شيء قدرا تعد استئنافا بيانيا للجمل السابقة عليها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يحدث بعد هذه الأمور أمرا لماذا لأن الله جعل قدرا للأزمات وقدرا للحدود وقدرا للعدة كل شيء له قدر عند الله عز وجل فإذا انتهى أتى الفرج فكانت جملة قد جعل الله لكل شيء قدرا هي إما تعليل وإما تذيل لما سبق من الجمل ومن أغراض الاستئناف البياني التعليل والتذيل ودفع الإيهام والبيان والتتبع وقد ذكر صاحب كتابي من أسرار الجمل الاستئنافية أغراضا كثيرة جدا للاستئناف البياني ومن أراد أن يعرف هذا وأن يمتع عينه وبصره وعقله بأغراض الاستئناف البياني فليعد إلى كتاب من أسرار الجمل الاستئنافية لدكتور أيمن الشوى فقد استعرض أنواع الاستئناف وأتى بأدلة كثيرة من القرآن الكريم وهي مفيدة ومن قرأه أدرك معاني الاستئناف إذا نظرنا في العلاقات السابقة درسناها من الاستئناف البياني والاستئناف النحوي والتعلق الإعرابي والتعلق المعنى ووجدنا أن الروابط بين النص والجمل هناك روابط حسية وروابط معنوية الروابط الحسية لا تتعلق بالأدوات كوو الاستئناف كفاء الاستئناف كالتعلق اللفظ الإعرابي هذه أدوات حسية ظاهرة في النص وهناك علاقات معنوية كما رأينا في الاستئناف البياني وكما رأينا في التعلق المعنوي فالعلاقات الحسية والعلاقات المعنوية هي التي تكسب النص تماسكا وترابطا لو نظرنا في أنظمة الوقف الخمسة وهذه رسمة اخترتها من خلال استقراء ما ورد في كتب أهل الوقف وبعد استعراض هذه المحاضرات في التعلقات وفي المقدمات وجدنا أن أنظمة الوقف خمسة وهي التي اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء في تحديد الأوقاف منها الاستئناف بنوعي وهذا مسلك كبير جدا اعتمد عليه أهل الوقف والابتداء في تحديد أماكن الوقف فكلما وجد استئناف بياني صلح الوقف قبله وهكذا كلما وجد استئناف نحوي صلح الوقف قبله وتلحظون في المصاحف في الأغلب الأعام وجود علامة وقف قبل استئناف البياني والاستئناف النحوي فهذا مستند عظيم ومفتاح كبير من فاتح الوقف والابتداء عند أهل الوقف وهو مفتاح الاستئناف بنوعيه البياني والنحوي من المفاتيح التي اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء في تحديد الأوقاف التفسير فالمعنى هو الذي يحكم الوقف فإذا وجدنا أن الصناعة النحوية تسمح بالوقف ولكنها تتعارض مع التفسير والمعاني انتفت الصناعة النحوية من هذا الوجه وأتينا بواجه آخر يوافق التفسير والمعاني وأظهر ما يكون ذلك في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون أمن به فلما حدث خلاف في التفسير في معنى التأويل هل هو معرفة الحقائق الغيبية على جلائها وحقيقتها من قال بذلك وقف وما يعلم تأويله إلا الله لأن معرفة حقيقة النار والجنة والأمر الغيبية لا يعلمها إلا الله ومن قال المقصود بالتأويل هو التفسير جعل الواو عاطفة فالواو كانت استئنافية لما كانت تأويل على معنى معرفة الحقائق الغيبية وكانت عاطفة لما كانت تأويل بمعنى التفسير فنحن توجهنا مع التفسير واعتمدنا واعتمدنا الوجوه النحوية التي تلائم التفسير وليس العكس فالتفسير مفتاح عظيم من مفاتيح الوقف والابتداء من المفاتيح التي اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء الإعراب والإعراب فرع المعنى فقد تتعدد الأوقاف بسبب الإعراب مع سلامة المعاني عندما تقرأ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي عندما تأتي للمعربين ويقول لا أملك إلا نفسي وأخي ويأتون في إعراب كلمة أخي بوجوه متعددة والوو عطفة وأخي معطفة على عليه نفسي ويقول لا نقف لأن هذا عطف مفردات رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ويقول قد نعرب أخي مبتدأ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه فيجعل أخي مبتدأ فيقول هذه الواو من قبيل عطف الجمل لعطف المفردات فنقف على نفسي والمعنى متسق في كلا التوجيهين التفسير صحيح في كلا التوجيهين فتعددت الوجوه الإعرابية وانبنى عليها تعدد الوقف مع سلامة المعاني هذا مثال واحد أما الأمثلة يعني كثيرة لا تحصى فاعتمد أهل الوقف والابتداء على الإعراب اعتمادا كبيرا لذلك لا تجد كتابا من كتب الوقف الابتداء إلا ويعرب ويحدد الوقف بناء على الإعراب لذلك معظم أهل الوقف الابتداء نحاه نحاه من أظمة الوقف الابتداء لاعتماد على نظرية العامل العمل ونظرية العامل هي النظرية الكبرى التي قام عليها علم النحو الفعل يجب له من فاعل الفعل هو الذي رفع الفاعل والفعل هو الذي نصب المفعول به والمبتدأ رفع الخبر أو الخبر رفع المبتدأ أو المبتدأ مرفوع بالابتداء لذلك أتى ابن الأنبار في كتابه ونص على أمور عظيمة كلها تعتمد على العمل والمعمول وهي ألا يفصل بين المبتدأ والخبر ولا بين الفعل والفعل ولا بين المضاف والمضاف إلي ولا بين النعت والمنعوت ولا بين القسم والمقسم به ولا بين المضاف والمضاف والبذل المبدل منه أخذ يذكر يعني ما يقارب خمسين ضابطا لماذا؟ لأنها تتعلق بنظرية العامل والمعمول فاعتمد النحات على نظرية العامل والمعمول في تحديد الوقف فلابد أن يتصل العامل بعامله وأن لا يفصل العامل عن المعمول وهذه نظرية كبيرة جدا جدا من المفاتيح التي اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء التقدير وكما قيل لولا الحذف والتقدير لا فهم النحو الحمير فمسألة التقدير مسألة كبيرة عند النحويين اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء فعندما ترى في قول عز وجل ذلك الكتاب لريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب انظر إلى أقوال النحويين الذين صف الذين خبر لمتدد محذوف هم الذين الذين مفعول به لفعل محذوف أعني أو أمدح الذين يؤمن بالغيب وإذا نظرت في ألف لام ميم يقول ألف لام ميم هذه مبتدأ والخبر ما بعدها ألف لام ميم مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ ألف لام ميم خبر لجملة لمبتدأ محذوف هذه فالتقديرات اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء اعتمادا عظيمة لذلك أنا ذكرت أن أنظمة الوقف الخامسة هي الاستئناف والتفسير والإعراب والعمل وأقصد بالعمل هي نظريات العامل ثم الأمر الخامس التقدير اعتمادا على ما ورد في كتب أهل الوقف والنحويين وهذه الأنظمة التي جمعتها هي اجتهاد قد يحتمل الصواب الخطأ ولكن جمعتها لأن رأيت فيها إفادة للمستمع كي يجمع ذهنه في أثناء قراءة كتب الوقف والابتداء وينظر فيما اعتمد عليه أهل الوقف والابتداء في توجيه الوقوف وفي ترجيحها أهل الوقف والابتداء في تصوري أنهم وضعوا أركانا للوقف وإن لم تكن مذكورة منصوصة اعتمدوا على صحة التركيب والذي يؤدي إلى سلامة المعاني في الجملة المنفصلة يعني الجملة لابد أن تكون صحيح التركيب وأقلت سابقا أن القرآن كله صحيح التركيب إنما يفصل التركيب من قبل الواقف الذي يقف وقوفا غير صحيحة كان يفصل بين المتلازمات كما ذكرنا فلابد للواقف أن يأتي بالجملة صحيحة سليمة المعنى منفصلة منفصلة يعني لها معنى مستقل ولو كان جزئية لأنه يؤدي رسالة المتلقة رسالة للمتلقة رسالة واضحة وإن كان جزئية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذه جملة صحيحة التركيب سليمة المعنى منفصلة وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة صحيحة التركيب سليمة المعنى منفصلة ولهم عذاب عظيم هكذا جملة صحيحة التركيب سليمة المعنى منفصلة وهلما جر أيضا أهل الوقف والابتداء اعتمدوا على أصول مجملة في الوقف هذه الأصول من أين استقوا هذه الأصول في الوقف الابتداء أولا أخذوا الوقوف من المأثور عن القراء وأعنب القراء العلماء الذين فسروا وضحوا هذه الأماكن لتصلح الوقف فأصول الوقف المجملة أخذوها من المأثور عن القراء هذا الأمر الأول والأمر الثاني مما أثر عن النحويين الذين أعرفوا القرآن وبيّنوا الجمل المستأنفة من غير المستأنفة فاستفادوا مما أثر عن النحويين ومن التراث العظيم الذي خلفه النحويون الأمر الثالث الذي اعتمد عليه أهل الوقف والابتداء في أصولهم المجملة الاستنباط المجرد بالفهم عندما يقرؤون القرآن ويفهمونه فعرفوا الفواصل بين الجمل أين نقف وأين لا نقف من الأمور أيضا التي اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء الأمور المستنبطة من الأثر عن الصحابة وعن نبي صلى الله عليه وسلم وعن وقوفه وأين كان يقف فعندما قرأ عليه رجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فعلم أن هنا وقفا فاستفادوا وأفادوا من هذه الوقوف فهذه الأصول التي ذكرناها في المحاضرات السابقة هذه أصول ومفاتيح اعتمد عليها أهل الوقف والابتداء في موضوع الوقف وهذا أمر في الحقيقة يعني الإنسان إذا أراد أن يحصيه لكان لزمن عليه أن يعرف تفسير القرآن الكريم كله ولكن هذه إشارات تغنى عن العبارات واجتهادات وما ذكرته من أصول وقف المجملة ليس من تلقاء نفسي بل هو مبثوث في كتب أهل الوقف والابتداء نص عليه بعضهم نصا وبعضهم يفهم من كلامه من استقراء النصوص الوردة عنهم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد وأسألها أن يتقبل هذا العمل بقبل حسن وما سبق من المحاضرات هي كانت مقدمات لهذا العلم وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية نشرع في بيان أنواع الوقف لاختياري الذي طال انتظاره من الناس فأسأل الله القبول والتوفيق وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين